أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سهيل والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على أسراط مستقيم فانزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مطمحون وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كليم إنا نحن نحن الموتى ونتوا ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا مشاء مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا الفناه المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مصفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فقرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بزر الله إن يردني الرحمن بزر الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون طيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفع لي ربي وادعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعضه من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون ألم يروا كم أهلتنا قولهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منا حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نصيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمنه وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نصلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادة العرجور القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسفحون وآية له أننا حملنا ذرية في الكلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومطاعا إلى حين وإذا طيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا طيل لهم أنفقوا مما وسقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون ماذا هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأكذهم وهم يقصدون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا من الأجذاث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقبنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكنون هم وأزواجهم في ظلال على العرائك متكنون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أذهب إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إني لكم عدو مبين وأن اعبدوا لي هذا سراط مستقيم ولقد أول منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعطلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أكواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على أعينهم فاستبقوا الصغاة فأنا يبسلون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا زيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في القلق ففلا يعطلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه وإلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالئون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محظرون فلا يحزن فقولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلنا من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن بيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون